قالت اللجنة العليا السورية للحج إنها استعادت مبلغا مالي من السعودية حيث سيتم إعادته لحجاج العام الماضي وذلك كتعويض عن نقص الوجبات الغذائية التي يتم تقديمها للحجاج في أيام المشاعر وأضافت اللجنة السورية أنها اتفقت مع وزارة الحج والعمرة السعودية وشركة مطوفي الدول العربية من أجل استعادة 600 ألف ريال سعودي مقابل الوجبات الناقصة التي تم تقديمها للحجاج السوريين في مخيمة ميناء وعرفات العام الماضي كما أصدرت اللجنة قرارا يفيد بإعادة 60 ريال سعوديا أو ما يعادل 16 دولارا أمريكيا لكل حاج من الحجاج السوريين وأعلنت اللجنة أن مكاتبها ستبدأ بإعادة المبالغ المالية بالدولار الأمريكي أو بالعملة المحلية بدءا من الأول وحتى الواحد والثلاثين من آبا المقبل